بهذا الفيديو رح ناخد المفهوم اللي هو جيسون يعتبر من أهم المفاهيم اللي لازم نتعلمها جيسون باختصار هو عبارة عن تنصيق نصي يعني هو صيغة خفيفة الوزن كرمال تبادل البيانات بين طرفين طوروا بالبداية كرمال يشتغل مع الجافا سكريبت لأنه متل ما بتلاحظوا بداية هاد الجيسون موجود في جي اس هاي اختصار لجافا سكريبت لكن اليوم معد صار محصور ضمن الجافا سكريبت صار يستخدم مع معظم لغات البرمجة الحديثة وصار معتمد كطريقة منظمة لنقل البيانات بين السيرفر وبين الكلاينت يعني بين الخادم وبين العميل متل ما بنعرف كيف الكلاينت رح يطلب ريكويست من السيرفر ورح يرجع له ريسبونس بصيغة جيسون طيب كتير ممتاز شو هي ميزات الصيغة جيسون اول ميزة اللي هي اولا انه هو خفيف الوزن وسريع يعني بيتميز انه حجمه اخفى من غيره مثل الاسمال رح بيكون الجيسون اسرع بالتالي رح بتكون سرعة النقل اسرع من غيره تاني ميزة لجيسون انه هو سهل القراءة يعني رح بيكون منظم وسهل القراءة من قبل البشر او حتى الالات ثالث ميزة اللي هي انه هو متوافق مع لغات البرمجة يعني رح بيستخدم ضمن العديد من لغات البرمجة مثل الجافا سيكريبت اللي هي الاساس تابعه ومثل البي اتش بي اللي عم بمشي فيها ضمن الكورس تابعي ومثل كمان البايسون وغيره من لغات البرمجة كله عم اعتمد جيسون بالنسبة لنقل البيانات طيب انا ليش لحتى استخدم الصيغة اللي هي جيسون واحد كرمال الديتا ترانسفير اللي هي نقل البيانات بين السيرفر وبين الكلينت مثل ما اتفقنا بين الخادم والعمير كيف انت كنت بتبعت ريكويست كابي اوي كرمال مثلا نجيب قائمة من المستخدمين فانت رح يجيك ريسبونس بصيغة جيسون ثاني شي اللي هو بناء الابي اوي لانه معظم الابي اوي الحديثة او كلها فينا نقول بترسل وبتستقبل البيانات بصيغة جيسون سواء كنت عم تبني من داحية الباك اند مثل مماشين ضمن الكورس تبعنا او من ناحية حتى الفرونت اند غالبا الجميع عم يعتمد على صيغة جيسون طيب شو كمالة الاختصار اللي هو جيسون مثل ما اعتفقنا انه هو اول شي عبارة عن جافا سكريبت وهو object notation تمام رح بنركز حاليا انه شو يعني جافا سكريبت اوبشكت رح بنشوف مثال رح بيوضح لي كيف بتكون صيغة جيسون بداية لازم افتح وسكر الكيرلي بريسز تمام مثلا موجود عندي ضمن الجيسون خلونا نفرض ان عندي اول شي النام النام رح بتكون موجود ضمن اللي شايفينا قدامكن ورح بحط نقطتين كرمال حط الـ value لهذا النام يعني الاسم اللي هو محمد صار موجود ضمن النام هاي النام هي عبارة عن key تمام يعني هي المفتاح وهذا الاسم محمد هو الـ value للكي اللي هي النام يعني النام اخذ الـ value اللي هي محمد موجوده من double quotation هي عبارة عن string وتخزنت ضمن هذا النام طبعا الكي اللي هو المفتاح ممنوع يتكرر ضمن الجيسون طيب انا عملت فاصلة كرمال نزل متغير جديد ضمن هذا الجيسون خلونا نشوف مثلا الـ age اللي هو العمر رح بيكون بين double quotation طبعا اتفقنا على هذا الشي ورح بحط نقطتين كرمال اعطي العمر اللي هو مثلا سجلت انا عشرين طبعا ما رحطه ضمن اشارة تنصيص لانه هي عبارة عن انتجر يعني الـ json صار شايف string وصار شايف قيمة انتجر طبعا رح اعمل فاصلة كرمال نزل متغير جديد كرمال اختبر شي اذا كان متاح ولا ما متاح فانه لازم نزل قيمة boolean كمان اللي هي ممكن تكون true or false وطبعا ما لازم نزل ضمن double quotation لانه رح بتصير وقتها عبارة عن string وممكن تكون طبعا الصيغة عبارة عن array موجود فيها بعض العناصر مثل المشايفين دائما double quotation وبعدها في نقطتين كرمال حط value ضمن key وطبعا ما لازم حط اخر شي فاصلة انه وصلت لنهاية code json بلشت بقص وانتهت بقص هذه هي صيغة json باختصار بالفيديو الجاي رح اتعلم كيف بتعامل مع json ضمن code Laravel تبعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر